انت اهم بطولات حققتها مع فريق النادي نادي كانت بطولات ايه يعني طبعا بطولة افريقيا 82 دي اول بطولة الحقيقة وطبعا ده كان احنا نزلنا مصر كان مصر كلها في الشارع طبعا مباراة البطولة طبعا كبيرة جدا لبعد البطول اللي حققناها كان اول نادي في مصر حققال اسماعيلي بالزبط سنة 69 سبعين سبعين اه طبعا الحمد لله حصلنا على 3 ا4 بطولات دوري وبطولتين كاس من ضمنهم البطولة ده انا كنت يعني فيه على فكرة البطولة كاس كانت مع المقاونين العرب وكسبناها بضربات الجزاء ايوه فاكرة دي كابتان فاكرة طبعا وفيه ماتشاط بقى كمان الحقيقة لا الماتش اللي انت لعبته وطلعت انت مبسوط من نفسك وحس الناس كلها عايزة تطير بيك يعني يعني انا هقولك حاجة انا فيه فيه ماتشاط في بطولة افريقيا واحد ثمانين دي مع كل شاي انا كنت مميز جدا في الوقت ده وكنت فورمة عالية جدا ايوه وكملت المباراة للاخر والحقيقة كنت عامل المباراة برضك ممتعة مباراة كبيرة جدا الحقيقة طبعا فيه مباراة بقى كتير ازا كان في الساد القاهرة او ازا كان مسلا اسماعيلي او ازا كان محلة او الفرقة كبيرة او الفرقة كبيرة كلها الحقيقة يعني يمكن انا كان حظي بس وحش في مباراة الزمالك كنت عطولت ببقى مصاب مساب مصاب اه كان بداية الاصابه كانت ايه احنا بداية الاصابه كانت العضلة الخلفية اه يعني درجة ان انا بعد البطولة كان سنك كم سنة يا رمضان كان اه 26 سنة 26 سنة وكان زمان في ايه لولك 26 سنة اه معناها اللي هو لك اللي شنطة فتحت السوسة بتاعتها فهذه العضلات طول رب من هنا ومن هنا وكلامنا بعد البطولة بتاعت كاس مصر اللي احنا اللي بحكي لك عليها دي مع كابتن جوهلي واللي انا لعبت فيها فترة وكابتن صالح الله يرحمه عاربك ان انا لعبت مباريات وانا كنت مصاب وعشان احنا خسرين دوري فانا لعبت فعطول ندالي وقال لي ايه بقى الحديث اللي يدار بينك وبينه قال لي يا رمضان طبعا يعني شكرني وقال لي انت عامل بطولة قوية جدا وقال لي انا هكلم دير الكورة وعشان تسافر كنا بنسافر لندن اه كنا بنسافر لندن فاروحت سافرت فعلا السفرية عدت حوالي عشرين يوم وبعد كده رجعت اشتغلت شوية وبعدين راح جالي تاني وانت اول مرة جات لك الاصابة وانت طالع لندن هل انت حسيت بقى ان المشوارك بدأ خلاص الكيرف بدأ انزل المرة التانية مصابر المرة التانية لان المرة التانية وانا بتعالج مع دكتور تيتونهام اه نادي تيتونهام الانجليزي فقال لي بعد حوالي واحد وعشرين يوم اثنين وعشرين يوم اشغالين قال لي انت خلي بالك مش هتقدر تكمل في الكورة انت كانت الاصابة في العضلة الامامية والخلفية وعمل تليه اه فقال لي انت ايس برينت هتعمله هتقطع منه زي محسن صالح بالزبط صالح كان عدله جات له في العضلة الامامية اه اه انا جات لي في العضلة الامامية مباراة اهل وزمالك اه كان فيه لاعيب في الزمالك اسمه نوح اه اه نوح ادم اه بنا بقى يديله الصحة لو عايش اه ربنا يغفر له يعني اه فبزقه الكورة وبجري فمديني بسن الجازمة هنا اه تعليك تغلط اه بعدت فيها حوالي اه اربع شهور كنت هبطل هبطل اه اللامة العضلة اه العضلة الرجاء الشمال اه حصبه التلايف ده معناه ان فيه العضلة اه ما هي يقول زي بالزبط التلايف اللي كان عندي طهرب وزيت ايوه العضلة الامامية لما عمل فيها عملية ودي ما حصلتش وموحسن صالح ما هبطل عشان كده اه عمل عملية فيها وعملوه توصيل للعضلة بالزبط ديك مفروض ما تتعملش فيه لا لا ما تعملش هيها بتسيب الحد ما تلايف لوحدها اه وتيها وتاخد على طبيعتك اكده وتبدأ انت بقى تغزي العضلة سنة سنة فهو الدكتور قال لي قال لي انت بشهر سيلعب طبعا رجعت وقت قاعد ما كابتن جواري لما قال لك ايه بقى الخبر ده هناك اللي نزل عليك ده لا طبعا اللي فكرت فيه صعقة حقيقة حاجة قلتش الراجل ده بيتحك علي ولا اي حاجة لا 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 يا صديده بيتحك علي ليه لان بالعكس ده هو كان يعني ملتزم التزام معانا بالدقيقة موجود معانا والشغالين والجلسات وكل حاجة رجعت محبط بقى رجعت طبعا محبط 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 كبير جدا يعني شوف زي ما بقولك ان حلم حياتي ان انا كنت العب للنادي الاعلي ومنتخب مصر والحاجات دي كلها كان سنة كام؟ برضك الحلم حياتي ان انا كنت اكمل سنة كام؟ ده كان سنة خمسة وتمانين خمسة وتمانين خمسة وتمانين ان احنا بطلنا بعديك بسنتين اه اه فجيت محبط قاعد مع كابتن جواري كان كابتن جواري وكان تقريبا مدير الكرة كان كابتن هاني مصطفى اه كان قرار صعب اوي ها؟ جدا جدا الحقيقة الكابتن جواري يعني انت عارف ايه؟ حس بزنب بزنب اه لما لعبت مطشط كتيرة وانا مصاب الحقيقة وهو اللي عارف بس يعني هو كابتن جواري والبرشام اللي انا كنت باخده ده اللي كنت بكمل به التسعين دقيقة ده وعدين تاني يوم ابقى مش قادر يمشي اه وانا بقى بطل لكابتن صفى الكابتن جواري كنا بنعم مباراتنا عدزال مع النادي الترسانة اه وهو شايليني كابتن جواري كان بيجري ورايا وهو ماسك يدايك وماسك يدايك انا فاكر والله يا كابتن مصطفى يعني تعرف الدمعة كده نزلت منه يعني انا كنت سبب مثلا ان الرجل ده يبطل لا هو طبعا كل مدنة واللعيب دكتور نفسه على المستوى الشخصي لا 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 انا بموت فيه ده كان اخ واب وكل حاجة لينا بصراحة اه من الافضال بعد ربنا سبحانه وتعالى بيشتغل كابتن مصطفى اه 20 ساعة في الـ 24 ساعة دي حقيقة مين انت تحبت تستريح تلعب جنبه في نص الملعب لا طبعا كتير بقى انت خالق جدالة من اللعيبة الكويسة واللعيب اللي هو اللي يعرف في لعبة كورة وانت تلعبه كورة لان الكورة بتاعتنا احنا الاتنين كانت عالية مختار مختار طبعا مختار مختار ده من ضمن الحاجات العجيبة في الناس ان يقولك ده كان بيبص في الارض بيبص في الارض ايه ده مختار مختار مش هيجي زيه تاني لا خالص مش هيجي زيه تاني طب بيبص في الارض وهات له ثلاثة وتلاقيه يعمل واحد كده 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 على ما يهوبك يعني من ضمن اللعيبة اللي هو راح احتلف بره كان يكمل بشكل كويس طب امتى اللعيب يقول انها اعتذر هل اعتذلوا الكرة خارة هل لو هو مش قادر بدنيا ولا اصابة اللي منعته ولا هي عنده خلاص لا بص اقول لك حاجة ابن الصف لعيب الكرة هو اللي لازم ياخد القرار ده انا النهار ده لما كنت في الملعب وانا حاس ان انا مش قادر خلاص ما بهدلش تاريخي ما بهدلش تاريخي وفي نفس الوقت ما اخسرش جمهوري لان الجمهور خلي بالك يعني تتكلم مثلا في جمهور النادي الاهلي او اي جمهور جمهور النادي الاهلي بالذات يعني النجوم مش هي دي حياتها حيات جمهور النادي الاهلي النادي الاهلي يعني ما حد شايفه معهم النجم في النادي الاهلي لما بيلعبوا بقلي نجومية مع الجمهور مش بقى تنقاطع بعد ما يبطل لا 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 ده بالعكس ده ممكن تزيد بعد ما تبطل طبعاً طبعاً لا 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 طبعاً فهو العيب لو فيه إصابة زي بتاعت دي والدكتور هو الهالي كده خلاص خلاص أو أنا مش قادر في الملعب بس كده آه بس طيب مدربين ليهم حكايات مع رمضان السيد وليهم بصمة من البصمات اللي أنت تقول إيه ده ليه فضل عليها بعد ربنا سبحانه وتعالى لو قلنا مستر كلوتشاي كلوتشاي الحقيقة يعني يمكن أنا بختلف مع ناس كتيرة جداً في تقييمه أنا هو الرجل ده كان مدرب أكاديمي وأنا استفدت منه كلعيب كورة واستفدت منه بعد كده كان مدرب أنا استفدت منه ولعيب كورة حقيقة في الفترات الأخيرة آه لأنه هو كان الحقيقة بيقولك تعليمات جديدة يعني يعني في ناس بعض الناس كانت تتريق وتقولك عصي ما بيشوفش عصي مش عارف ايه مش عارف ايه الكلام عشان كده الناس اللي انت عارفها بقى دي آه عشان كده كابتن وصف أنا بقولك أن أنا بختلف مع ناس اللي قالوا عليه كده لكن هو فيها عنده حاجات جديدة جداً وليبصمة آه طبعاً ليبصمة طبعاً آه طبعاً أما ليه طيب كابتن جوهري كابتن جوهري يعني أنا بعتبره من أفضل المدربين للجنب في تاريخ الكورة المصرية وزي ما لسه بتتكلم من ديئتين دلوقتي بالزبط الرجل ده بيشتغل عشرين ساعة في الاربعة عشرين ساعة الرجل ده أنا على طول بيتطلع على الجديد آه كابتن جوهري كمان آه في النواحي النفسية حاجة آه كان بإعداد نفسي غير عادي آه طبعاً أعداد نفسي هايل هايل وشحن معناوي طبعاً 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 يعني آه أولاً الساعة تفضل ديكتصارت خمسين مرة وبيضة أصلاً هي واكتر واحد كان بيتضرب بيها حمدي جمعة كابتن هزة أبرروس آه طبعاً ده القبر الروحي ليه الحقيقة انت عاربت كابتن هزة أبرروس لما جيه هو جيه مشرف على الكورة لكن لما جيه هناك كان بيدينا تعلمات كمانية احنا حضرته مدير الكورة علي أنا آه طبعاً في بلاية الأمر أربعة وسبعين أربعة وسبعين آه آه مع مصر ديكوتي وكان فقط شعبان شخصية سطورة في الإضاءة آه هو لما جيه كمان كان بيشتغل معنا في النهيات وقول لك نتحرك إزاي ونقابل إزاي ونعمل إيه وبتاع لأنه كان معاه وقتها الكابتن مصطفى عصمت وكان مدرب في نادي الأهلي وطبعاً كان معاه الكابتن عادل طعيمة أيوة وكابتن عادل طعيمة ده من مدربين ونعمى الأخلاق ونعمى الناس آه وبشواء خد حظه ما خدش حظه للأسف للأسف لكن هو مدرب كبير جداً طبعاً الكابتن أنور سلامة أنا لما رجعت الحقيقة عملت موسمين في 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 القطاع الناشئين وبعد كده سفرت سنة الإمارات آه ورجعنا الحقيقة يعني آه اخترني طبعاً مدرب عام لما هو ميسك ما كان مايكل إيفرد كان الترتيب النادي الأهلي في الوقت ده كان الحداشر يا أوحش فترة أوحش فترة النادي الأهلي كان مع مايكل إيفرد طبعاً الترتيب وصل الحداشر آه أخيل نادي أهل عمرو مواصل للترتيب كابتن ألوار سلامة آه كابتن ألوار سلامة ده نجل من نجوم النادي الأهلي شخصية جميلة طبعاً طبعاً يا كابتن السف هقولك حاجة يعني انت عارف بس دي يا راح كابتن ألوار أنا بكلمك بكلمك في التليفون ما بتردش علي آه ما هو مش برد على حال آه فأنا عاوز عاوزين نستمتعليك في حلقة هنا ونتطمن عليك آه نعم سمحت رد علينا آه هقولك حاجة طبعاً كابتن صلاح حسني كمان طبعاً طبعاً كابتن صلاح حسني ربنا يكمل شباك على خير آه يا رب يا رب الشخصية الشخصية طبعاً كابتن صلاح حسني حاجة جميلة في مدير الكورة لكن كمان الكابتن ألوار سلامة كان ليه فضل كبير جداً 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 عليك يا مدرد